أنا أقول يا إخوان نحن مطالبين بقراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان كان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون من قراءة القرآن لأنهم يجدون الحسنات إذا ختمت القرآن حوالي عشرة ملايين حسنة عشرة ملايين حسنة وأنت تختم القرآن أحد السلف حينما قربت منه الوفاة قال لعل الله أن يغفر لي والله إنني ختمت القرآن في هذه الغرفة أكثر من خمسة آلاف مرة أكثر من خمسة آلاف مرة وأحد الإخوان من أهل الفلاج توفي قبل ثلاثة أشهر تقريبا اسمها أحمد بن عبد العيز الدراهم عمره حول الثمانين حينما توفي وفتح بيته أخذ ابنه الشيخ عبد العيز بن أحمد الدراهم يبحث عن أوراق والده وجد لم يجد فلوس ولا دراهم لكن وجد أوراق ختماته من ثلاثين سنة كم يختم في السنة فأعلى ختمة وجدناها أنا اطلعت على الورقة مية وثلاثة وثمانين ختمة في السنة وأقل ختمة مية وستين يعني يختم كل مرة معدل خمسة عشر ختمة في الشهر معدل خمسة عشر نعم كل يومين ختمة هذا والله يا أخوان هو الإرض حقيقة فمثل هذا يا أخوان نحرص كل الحرص على أن نقرأ القرآن بعض الناس قال لو تسأله ما يقرأ القرآن ألا الشهر مرة من السنة إلى السنة يا مسكين أنت محروم والله والله بعض الناس محرومين صحيح فهذا الشهر فرصة عظيمة أنك تقبل على القرآن في رمضان وفي غير رمضان أما الوقفة